أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي لن يقصف المناطق السكنية في كييف مؤكدا نجاحها في عزل العاصمة الأوكرانية كما فادت الدفاع الروسية بسيطرتها على مطار جوتوميل قرب كييف كانت وزارة الدفاع الروسية قد أوضحت أن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشارنوبل للتاقة النووية المغلقة قرب العاصمة الأوكرانية كييف وفي هذا الإطار أكدت موسكو أن القوات الروسية دمرت نحو 118 موقع للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن